أما هلا بننتقل لفقرتنا التالية رح ننتقل للفن والرسم والشغل اليدوي الرسم على كافة أنواع الخامات من خشب وجلد وزجاج وفخار واستعمال ألوان الباستيل وكراليك وصنع لوحات موزيك وصدفة على الخشب بالبداية كانت موضبة بالرسم وتحولت للمهنة إلى فنانة موهوبة بسمة بلسمة ملمسة خاصة رح نتعرف عليها أكتر مع بانا ديري صعب صباحك وهناك صباح لياسمي بوزور بانا كيف شاك؟ الحمد لله تمام ماشي الحاط بانا عارفين عن أول ما بلشتي بالفن واخترت يمكن ستايل وطريقة هيك شوي غريب بيشبه روحك أكتر هنه هيك بيقولولي هلا أنا بصراحة إذا قلت لكم كيف بلشت يمكن تفرطوا من الضحك بلشت عندي الاهتمام بالفن وأتكنت الصوف تاني عليتي الآن سرسمي بقرأ معرفة إرسمة من وقتها لفتلي نظري إنه بدي جرب فهون من وقتها بلشت إعشاء الرسم بلشت بقال أمشي بالموضوع الرسم وتطورت معي الشغلة لأنه وقت بتمارسي الشغلة وتبلشي تلفت لك نصرك وتعشائيها بتغير الوضع لشي تاني أحلى ويمكن هذا بينعكس حتى من خلال شخصيتك نتعرفها عليك اليوم خلينا نحكي اليوم معنا بعض الأشياء من شغلك أنت بترسميه على الخشب فينا نقول والزجاج كافة الخامر في صعوبة فينا نقول من مادة لأخرى كل مادة أو كل لوحة إلا هيكي إلا ستايلة هلا أول ما بتبلشي بتحسي بصعوبة لأنه بتكون مادة جديدة بس بعدين خلاص يعني بتصيري مثل الرفقة أنت وهي المادة فهي إيه وقت بتنتقلي من مادة لمادة بس أول تجربة بتحسي بصعوبة لأنه بتكون مختلفة يعني وقت رسمي على القماش على الكونفانس مختلفة تماما عن الخشب بطريقة سماكة الألوان بطريقة رسمك على الإسمنت هلا هذا المجسم أنا مساويته من إسمنت وغريه كله كامل فهي طريقة نحن نرى الفنان بيختص برسمه معين أنت لا ما بقدر ما بقدر أنا هلا أنا بحب كتير التغيير والتجديد فالشي اللي بيلفت لي نظري بحب ساوي وما بقدر أن يثبت على لون معين فبحب هيك كل شي جربة ويكون كل شي عنديا في حركة وشوي مجنون نعم خلينا نشوف بعض من أعمالك بعدنا عم نشوف على الشاشة أيضا كمان نشوف نجين قهوة عم نشوف مجسمات كمان إن كانت عبارة عن لوحات بتتعلق أو شي بينصمد خلينا نحكي عن هاي الأفكار خلينا نحكي كمان قديش حلو إعادة تدوير شغلات كانت عنا بالبيت ومعد بدنا إياها ملينا منها صح حلا أنا في شغلات كيف بتساوية تطلع عشغلة بحس إنه هاي الشغلة يعني فيها شي يعني ممكن تساوي مو أي شغ يعني بتحسي إنه لا يعني فيها شكل فني ممكن تعملي فبخبية بيجي وقتها بس حسيت إنه هاي لا ما لازم تنكب بخليها يعني بلعي شغلة تانية بقول لا هاي تنعمل مع هاي فببلش ببلعي غير بحطها هيكة قدامي بقول هلأ هاي شو الشي اللي حاس إنه ممكن يصير فيها ببلش هلأ مثلا عندك ويمكن تعمل القطعة كذا مرة لحتى كذا ستايل أول ستايل تاني ستايل هلأ هي ما بيكونوا متشابهين هلأ مثلا في عندك الأناني الأناني عندي إياهم اطلع حسيتهم بينعملوا شي متل مظاهر العيد هلأ عند الأجانب بيصاوي هيك شغلات هلأ عندنا ما كتير بيصاوي فبلشت بلشت درجة خاصة كريسمس يعني ساويت مخرب العيد معروف هو لهاد الأخضر ساويت بابا نويل ماما نويل ساويت هيكعكة العيد البنت والصوي ساويت رجل التلج كل واحد شكله شكل بعمله متل مجسم كامل هلأ أحيانا ممكن بشغلات البلاستيك ساويت كسارت البندو أنا بحب كتير كسارت البندو بذكرني بالأفلام كرتون هلأ شغلات الأفلام كرتوني كتير حلوة وقت بتساوية على القطاع عن جد بتحسيها خيالية فبساوي هيكا شغلات تلاقي بتكون شغلة جامدة بتحسي كأنه رجعت لتحيات وصارت حيات فينا ايه وحتى مجنونة كيف تتعملي ممكن أو كيف تشتغلي على تطوير هيدا الفن لما بتحسي حالك مثلا أنه بدك تعملي قطعة مختلفة أو مثل مائلش يعني بكون عدة أنا أنا بديعمل من كل قصة تفصيل لحالة أو لوحة لحالة هلأ هي بيقولولي أنت كيف بتخترع بالك الأفكار بقعد هيك ما بلاقي غير فجأة لقوني قمت وين رايحة بقل لهم دقيقة بس بسجل كام شغلة على الورقة بقل لهم في شغلة خطرت على بالي ممكن ساوية ببلش بساوي بهيش ببلش فيها ما بتروح بهالمنحة لأنه بترضي بتخترع بالي فكرة تانية برد ببلش بلاقيها خلصت بس بعد ما خلصها بقول طيب ممكن ساوي هيك هيك أنا بقعد بتقلي ما بصير تقعدي كل هذا الوقت بقل لها بس لها خلص هاي شغلة لأنه أنا بكون بدي أعرف كيف نهايتها حتطلع أنا اللي بيشتغل بيضل بيباله أنه كيف آخر شي بديو يطلع شكلها تقول لي لأنه كل ما اللي بتلاقيها بتتغير بتتغير بتقول لي المام هدولي من شو ساويت يوم بقل لها ما رح أقلك حطي يوم بالبيت الموضية بس ما رح أقلك نعم يعني بعنا هلأ السوشال ميديا كتير صار يساعدنا بالانتشار وأنه نحنا نفرجي الشغل أو الموهبة اللي منمتلكها ونحصل على يمكن مدخول إضافي من وراء الهند ميد خلينا نحكي عندك كان مشاركات ببازارات بمعارض كيف عم تسوي لشغلك يلي عم تشتغليه وهلأ بنا نشوف كمان خلينا أنت وعم تحكي فرجينا هاي طاردة الأحلام حبيتها هلأ هاي هاي طاردة الأحلام كتير كتير مرغوبة هاي بيقولولك لطرد الأرواح الشريرة الكوابيس الكوابيس وحتى طرد الطاقات السلبية هلأ كتير دارجة كل واحد بحب مثلا ألوان معينة في ألوان تلفت نظر أكتر من نظر على حسب طبيعة الشخص شو بيحب تمام وعن مشاركاتك هلأ على المشاركات هلأ أنا بداياتي كانت ساوت صفحة بانا ديري أردز هوني بلشت متوقعت أنه يصير حركة فيها يصير أكشن يجيني طلبات من برات سوريا فتشجعت أنا توقعت الموضوع ما يمشي بس بعدين أعلو لي ليش ما بتساوي على الإنستجرام أنه كمان برا كأنه بيتعاملوا بالإنستجرام أكتر ساوت صفحة ما صلي زمان مساويتها كمان ما توقعت أنه يصير فيها حركة فانبسطت خلينا نحكي عن هاي اللوحة الشغل فيها هلأ هاي خشاب ألوان أكرى ليك بس حبيت أنه ما يكون شكله عادي يعني هلأ هذا الشكل بتحسيه غريب مو متل اللي بتشوفيه أنه هلأ هذا متل سقر أو نسر يعني بتحسيه هيك متل شكل هندي أو هاي يعني ما بحب الستايل التقليدي نمطسي نمطسي هلأ وهي شو كمان جسد هلأ هاي كمان نفس الشي أكرى ليك بس البنت بتحسيها مو بنت كمان عادي نفسي رجلي هلأ كمان نشوفها تحسيها غريبة شوي رد فعل الناس على شغلك كيف كان تفاعل الناس لما بلشتي أول مرة تشتغلي وتسوقي عبر السوشيال ميديا والله كان كتير رائع هلأ هي مجرد ما شخص قالك بدي كذا 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 معناه هو كتير واثق فيك فهي شعور رائع هلأ الأروع وقت اشتركت بالمعارض والبازارات لأنه صارت عامل مباشر مع الناس وقت بلشت احكي معاهم ويقولولي واو وكذا وفي منهم يقولولي عطينا صفحتك عطينا رقم تليفونك فأنا مبسط إنه معناها شفي شي حلو وشي هني عم بيتمنوا إنه يكون عنه وطوضا مباشر غير تيوسي لكي فرح الناس هلأ في منهم يقولولي معلش نصوره معلش نتصور جنبه فبقولي حالي يعني شعور عن جد بالجنة نعم بعدين خلينا نحكي أيضا كثير في من الشباب والصبايا ممكن تعجبهم اطعاء بس بيحبوا يغيروا فيها خاصة إذا أخدينا شي كادو أو في فكرة بيبع لهم خلينا نحكي عن هاي التساعد كيف تتساعدوا لحتى تبنوا أو تعمروا فكرة يطلع مننا هيكي كادو أو سوفينير تكون مهمة هلأ هي بصراحة أول تجربة كنت خايفة منها لأنه جاني طلب بعثت لي صورة بدأت تهديها لرفيئتها وبدأيها مثل موزايك صدف أنا أقول لحالي ما رح تزبط معي لأنه هي شخص وبتشبه رفيئتها وبدأ عبارات معينة فكل ما أشتغل وهي ما أنا موجودة هنا موجودة بالسعودية فكل ما أشتغل خطوة أبعط له الصورة إلا تمام هيك كمي في شي تعديلات تقول لي لأ تمام رتكمل إلا في شي تعديلات تقول لي لأ بدي كذا كذا لأنه أنا بحاول الشخص ما فاجأه إنه فجأة لأنه كن هو بيباله شي وإنتي بيبالك شي اكتشفت كل شخص زوءه مختلف في حالة ثاني فبستنى هلأ هون ساويت وحدة لون أزرق فيروزي وهذا اللون هلأ الوحدة الثانية قالت لي لأ أنا بدي خمري قلت لأ خلاص ساويت وحدة خمري يعني هي كل زوء بتستغربي إنه بيعطوك شي بتقولي ممكن مثلا ما يطلع حلو وإني بيطلع بياخد العقل فهي ما في نكت تقيمي إنه كل واحد عنجت كل واحد وقت بيعطيك تتواصل مع الناس كانون بيعطيكي أفكار يعني يعطيكي أفكار مو بس بيعطيكي أفكار بيعطيكي ثقة إنه أنتي قدرتي تساوي هاي الخطوة معناها بتقدر تساوي لسا خطوات تانية يعني بيعطيكي قوة بس كمال فينا نقول الصدف والخشب صعب نوعا عن باقي الفن اللي بتشتغلي إن كان رسم ولا صعب أعمال يدوية صح صعب لأنه التكسير هلأ في مرة ساويت يعني لأنه بشتغل بالتكسير بالأدوات فكتير كتير يعني يعني عانيت تضحك اللي بعدتلها قلتلها معلش أنا اليوم ما رح أقدر أكمل لأنه أزايت أصبعتي تضحك فوقتها هدت لها فيئتها قالت لها على فكرة يعني عانيت كتير لساقبت لك اللوحة حكيت معرفيئتها بدي أعرف شو ردة فعلة إذا حميتها ولا لا اعمت قالتلي بتجنن وكاتبتلي بيت شعر يعني ريتني حافظة بس ضلت محتوظة فيه على صفحتي يعني عن جد شعور بيجنن هلأ أنا مبسوطة أكتر هلأ جربت نوع جديد عم بعمل هلأ معرض حيضل ليوم الخميس صاير بمدخل الدماسكينو مع أكتر من شخص هو برعاية وزارة الشؤون الاجتماعية والعمال وبدعم المكتب الإقليمي عم يضل من الساعة 12 للساعة شي تقريباً تسعة هلأ هاي تجربة جديدة بالنسبة لإلي إنه نوع مختلف مثلاً عن المراكز وهي كانت كمان تجربة بتاخد العقل لأنه حتى تعرفت على ناس جداد فنانين جداد وبتمبصي إنه هنه عم بيقولوا لك شغلك عجل مميز إنه ما شعفوا مثله طب يعطيكي دعم هذا الشي أكيد وفي تبادو الخبرات دائماً بالمشاركات بالمعارض بانا دارين إحنا كتير بدل نتشكر لك نتمنى لك التوفيق وأي أحدا عم يتابعنا على الفيسبوك والإنستجرام بانا داري أكيد بانا داري أرت وإذا قالوا لك شفناك على الإخبارية بتعمليلون خصم طبعاً 50 بالمعارض هاي شفنا لكم شكراً كتير لإليك بانا شكراً لإلك الفناني المهوبة بانا داري إن شاء الله يا رب هيك الفرحة التم هيك بزينا عيونك والشغل إذن دائماً موجود عندك شكراً كتير إليك شكراً